الآن لكل مسؤول أقل إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكروا قدرة الله عليكم قول الإمام علي عليه السلام أنت اليوم صعاب منصب وهي قوانين منفذة كل دول العالم تعمل بالقوانين والحمد لله وشكر عندكم أوامر وعندكم قرارات وضطيتوا قرارات مثل ما قالت الحاجة مشيتوا 12 وجبة بقت على هاي العوائل مع الأسف والله مع الأسف لكل إنسان عند غيرة وعنده على عرضه وعلى وطنه يشوف هاي الحاجة أو يسمع قضية الأخ اللي ابن الشهيد اللي قصوا عنه راتب الرعاية لأنه هو متعين وما باشر بعمله هاي مكافأة عوائل الشهداء خلي يسمعنا رئيس الوزراء يسمعنا رئيس الجمهورية يسمعنا رئيس مجلس النواب قوانين غير مطبقة ما مكرمين عوائل الشهداء قانون الأوسم والأنواط قانون الوسام للشهادة وين قانون وسامة الشهادة حقوقهم ما ماخذين هذا الوسام وسامنا إنه طرف صناعي ما يمطين نصال 17 سنة وعنده موافقات وطرف صناعي ما ماخذه ليش هذه العداويان ليش هذه الحرب أنه أموال موجودة نفط اشقد وردات النفط النفط كان 40 45 صار 113 و110 وين الفائض مالتكم الكويت كانت تاخذ 5% تعويض عم الطونة 1% من كل برميل الصدر والطول هاي العوائل حلوا قضيتها حلوها إنه هذا الملف ملف شهداء وجرح أعطى ما أعطى العراق من طلقيات البلد الأول اللي يتحدى العالم الإرهاب اللي يجى من العالم العراق صدى له وين مكافأة العراق الدول اللي مولت الإرهاب وقتلتنا وفجرتنا شو ما حد رفع عليهم دعوة قضائية ما حد رفع عليهم بالمحاكم أخذ تعويض إني المنا ناشدان وين مدعي العام ومجلس القضاء الأعلى قاضي يرفع علينا والله شونا شهداء لهم حق الجمع يرفعون يطعنون بالقرار ما لكما لحق الجمع ونشكر المحكمة الاتحادية اللي ثبتت حق الجمع للشهداء والمصابين ليش هالعداوة والحد الآن ما مطبقي النياء